العاصمة بغداد بحدودها البلدية هي عاصمة العراق وينظم وضعها بقانون ولحد الآن محسن مدلس النواب قانون العاصمي لحد الآن أما أنت تكلم على المواضيع المتعلقة بالإنجازات نحن عندنا ملفات من الإنجازات بآلاف المشاريع من عام 2007 أو 2008 لحد الآن مجالس المحافظات تعمل في مجال التربية والصحة والبنى التحتية والتعمير والزراعة وكل المواضيع التي هي متعلقة لا يوجد مسؤول يزور لمدرسة مع عدم مدرسة المحافظة لا يوجد مسؤول يزور مستشفى أو مركز صحي عدم مدرسة المحافظة يقول لك أننا نتدافع بالصلاحيات بينكم وبين الوزارات عندنا مجالسات في كل شارع اللي هي المجالس البلدية مجالس البلدية يعني ما ماكو أحد يقدر ينكر دور المجالس البلدية أنه هي مجالساتنا في كل شارع تعطينا الإنجاز تعطينا الاحتيار لكن دكتور ما عدتكم تدافع بالصلاحيات بينكم وبين المؤسسات الأخرى ما عدنا تقاطب طالما الموازنة الاتحادية مقسمة على الوزارات والموازنة الاتحادية تروح الوزارة أصلا منطونا هي الموازنة الاتحادية منطتنا حصة الوزارات بقد حصة الوزارات عندهم ونحن نعمل بمشاريع موازنة يسمى موازنة تنمية الأقاليب هذه المفروض أن أأخذ 23% موازنة الاتحادية لبغداد كون بغداد 23% من سكان عراق هم ينطوني 1.5% من موازنة العراق وهذا ظل، يعني كردستان يأخذ 17% ونحن نأخذ 1.5% مع احترامات، الكردستان تلزم العراق ونحترمهم في وضعهم واستحقاقاتهم لكن هذا السخاح بالب loro عندما يقولي الإستاذ بدأي أنتي ما أنزهت که بغداد نحن أنزه في تأتيب بغداد ولكن الموازنات نبتل بموازثة كافية حتى أن ننزه أنا أريد حتى فقط أنت تعالج بغداد يرد عليك على الأقل فد 20 تريليون دينار حتى تعالج بغداد لأنه عندك مليون متر مقعب من الصرف الصحي يوميا في نهر دجلة هذا عمل حكومة اتحادية عمل وزارات ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة البلديات عندما تكلم على مواضيع إدارة نفايات وغيرها نحن متخلفين في كل الخدمات الموجودة